اشتركوا في القناة فعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر اية تقرأها ومن الخطوات التي تعينك على حفظ القرآن وتيسره لك الحرص على اقتناء مصحف خاص بك اختيار الوقت والمكان المناسبين الوضوء قبل الشروع في الحفظ والقراءة قراءة الوجه الذي يراد حفظه قراءة مرتلة متأنية اكثر من مرة قبل البدء في الحفظ ومع بداية الحفظ فرغ ذهنك وابدأ في حفظ اول اية وكررها غيبا حتى تحفظها ثم انتقل بعد ذلك للآية التي تليها ومن العوامل المساعدة على الحفظ الربط بين الآيات الكريمة بالتركيز جيدا مع نهاية كل آية وبداية الآية التي تليها وهكذا حتى تنتهي من حفظ الوجه كاملا بعد الحفظ كرر غيبا ما حفظته عشر مرات على الاقل ثم اجتهد في ان تصلي الفرائض والسنن مما حفظت من الآيات في ذلك اليوم وفي الختام عليك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن وذلك بملازمة تلاوته وحفظه والمداومة عليهما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها